أهلا بسلام كل البنائيات التي تتابعيني أول مرشون معكم رادوة جلال وحلقة جديدة ممطعة حلقتنا بحلقة التي تريدوها جدا وديكو ايه وهم كده طبعا عن الشخصيات التنكرية فيه طبعا كانوا كده واحد افتاعيات ده علانية قاوية من فكرة الكاركتر او الملايس التنكرية اللي رابين كان بلهم دين تخلين يفكر تفكير مختلف او 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 بس في صراحة انت مش محتاجة تخلين يعني انت عايزة تتنعيني او رابين بديش اي كده فيه ومش ايه لا اريد اقولون كل واحدة انه انتي مش محتاجة يعني انت تدخليني انت تفتح عينو عبدانيا ايه او ردي حمود الله عينو فتحها فاغلب الرجالة بيبقوا سواء قصدين او مش قصدين بيبقوا وشارفوا الحاجات اللي انا احوار لكم دين وفي منكم اتمنىها فحنا يعني التعامل معلوات الواقع ان الحاجات ينبهاش اي مشكلة انتي بتديلوا البديل الحلال يعني عارفين لان الحلال افضل سأنتظر فده المفهود انه هو البديل الحلال فما فيهاش حاجة انه هو شوية داحت شوية هزاري يعني طبعا عارفوا المنظومة محرق جدا حتى انا اقولوك وسط او الرياد الملابس دي انت ازاي يعني الدخلة الاولية بتخد شوية فنا عتا اقولك ازاي انت تلبسيها تمام وازاي كده ميقولوا ايه تعملها مفاجئة فخليني لأول هولاكين هما بصراحة السبع قطقهم تمام انا جبت منهم اربعة اقولكم السبع شخصيات طبعا تبقى تجيب الشخصيات من اماكن تانية يعني او من مواقع تانية غير لانا من رشحها عشان امريكو شوية شخصيات وانتو تقدروا تختاروا زيهم منجرد بتدوسي على الرابط اعتقد بتشوفي كل الموديلات انشاط الموديل نفسه دي نقطة نقطة تانية فيه ثلاث شخصيات انا احكيكم عنهم وبرضو ايه لازمتكم تعملوا معهم ايه تقولي عن بيوم ايه ان شاء الله برضو يعني وكوفة يضا نبتدي اول شخصية معانا هو خلم التوفولة البريل الراجل يعني ان الساعة تما بيتفت تحعينه عنهم بيحلم كده من اول الحضانة يا بنيت من اول الحضانة بيسولك تلات قطعة بموت حكي انا بتوشوفي ان بيقولي ان هي ايه المودات ده تلات قطعة انا قلت محترف صراحة ايه قطعة التالتة يعني ونعمل احتشام طيب اوكي طبعا انتو انتو عرفتوا من اللي انتفليكس اللي بيتفتفرجوا اللي مش عارف انها كاساتة مش عارف ايه انتفاسها العليبة ده بتاع بيلا تشاو ده ايه طبعا من السكيرت دي طبعا حسينيا بقا حتى زبطتك بقى الكاميرا عشان شوفوا الشغل العالي بصي انيسا تشراه حتفرجنا طبعا دكتوب بصوا بقى الشغل العالي او انا تسأليني انا شايفة ان الدراسة ده مش عارف ايه لازميتو احنا هنحطو كده كرمس انا لو تسأليني طبعا انا مقتنع ان الدراسة لازم تكون بالقلوبين دي الابيض معه من الكهرون احمر احلى شكل الدراسي طبعا كاركتر الطالبة ده حلم كل شابه وكل رجل انه مذاكر معه زبطه الامورة النجمة فأنتي حققينه الحاملة انا ما شفتش واحدة بتربس اللبس ده طبعا ده بصغارك 20 سنة تقريبا فدي ميزة جميلة هتوريه تلبي سي بتاحته ايه مستوني كمان الطقم ده طبعا تجريبا يفرحتك في البيت هواي ليه وراكي عشان انت تطيري لابس اكوتش عليه لو حابة تعملي الكاركتر كاملة وتعملي بقى ايه دي الحصانين اللي هم يعني بونيتينز اللي هم تلين مثلا او ضفيرة واحدة على جنب كده المهم شكل ايه وقت ممكن تجيب بقى مصاصة لولي بوب والحاجات دي لو عايزة عارفين اغنائتي ماريان اللي هي زبان او كانت بتيجى على قناة ميلادي اللي ايه مش عارفها ايه طالبة المكتحلة هوا بقى انت لازم طالبة المكتحبة ده حلم يعني ده حلم كان عندو كده رجل فانت ما بيهاش مشكلة خالص يعني بداش نكت ان انت تعملي له الشخصية دي فالشخصية دي شخصية هطيفة جدت تقدري تذاكري معاه اه تقدري تذاكري له انت ده براحتك خالص ممكن تجي معك بقى ايه تشكون وانت قولي له بقى حاند ده سئل مهاردة يعني بصوا انا مش عايزة اخش قوي بقى في ايه دي الكل اللي علاقة رجل بمراته انا مش عايزة اخش قوي جوه اللي حتقح تعملوا ايه انا بتكي كده ايه افكار سريعة انت بقى فكاري وبتكر كده مع عفسك بس صراحة من احلى الشخصيات يعني لو هنقول انا هنقول سبع شخصيات دول تتحقيل يعني لو عايزة تعمل الليكوزة بمفاجئة التنكر او الكاستومز او تكيبين اللونجيري داناكوري هم اذا بدل سرعة شخصيات اي شخصيات دانية تبقى حجة متحكة بصراحة البحار الخير يعني تبقى تستطدي سمكة ايه شخصيات البحار؟ يعني خلاص العام لها لو عوجوده الكوبطان مثلا خطيب مخزاري معاني مثلا شخصيات اللي بتكتشر في الهبان هو مش تنظام يعني فيه شخصيات يعني بصراحة يعني متحكة جدا فيه تنظة شخصيات كده تدور لازم يكون هو شاب فيلم كارتون معين يعني لازم شعبه شخصية اسفانية يعني حسن فيه فساتين بنفس الروح فمش شلم يعني هي مش شخصية اوي فحبه شكلهم بتجيبيهم كستار اوكي جاء انا كلمتك شخصيات فيه اداة فيه نقطة حذبش عليها فيه تركيز من الموضوع لكن الحاجات التانية داعب مهزار كده ممكن تمام فا اول شخصية معنا احنا بدي احنا الحاجة انا شفت البلاف سايز بتاعه مش لازم بتجيبيه كده بيربط فيه بيبقى تي شورت كامل عايز تجيبي جوب اللون ده وعلى تي شورت عندك اوكي اه انزم تلك شوية بتاعتهم ويت تذكر تمام هنعمل ايه هنزكر اوكي فخش بقى على الكاركتر التاني طبعا تنتظر واقع لان انا كل من حاوليكم الكاركتر هقولونك في النقص شوية معلومات عن الشخصية او اللي هي مش بس اللبس ده يعني فيه معلومات بيتها تلبسي ام ده هدخولي عليه ازاي هدخولي ازاي ازاي كل ده فهيروقش في الشخصية التانية ومعاينة الشخصية التانية تمام يا فنم عزيدي عرفته ولا بتتكلم عن ايه اهم شيء الشرطة الخدمة الشعب اهم شيء ايه الشعب كله لا حاجة الخط الشرطة طبعا يا زي الحالة بتبقى في ايه مع الزوك بس يعني مش لازمت لزي ايه تخدمي الناس احبا عني الطقلة بصراحة انا معرفش ليه حتى على شيء اه بدلة الضابط الست اللي هي الكاسم بتاع الضابط خلصانة هالفي مثلا انتشار للمقربين الفترة دي هالف حرمية واسلا انتشار مش عاد والله خلصانة فانتوا بايشوفو افتحوا الرابط ممكن تلاقوها او ممكن تلاو شبهها انا بصراحة اه يعني جبت واحدة فاخنه عشان بيهب اكسسورات عشان الضابط تبقى حلوة تمام? وطبعا ايه ايه الكلابشات اتي ممكن تجيب الشخصيص عارف ما بتبقاش بالنسبة معالك كل الغسس وراء اتي ممكن تشتريها الحالة طبعا عاملت ال FBI السرية اوكي اهو عشان طبعا ايه ده حد واقفك يبقى معاك الوركتانك ويبقى نطوح هنا طبعا الكب يبقى فاصيع احضر حاجة في اللوك ده ان شعرك يبقى غاجل كده شوية هحاول اسقط بصر عشان قدقه اهو خوريك وره التفاصيل تمام يا فندم اهو شفتوها ايه ده قصية طبعا ده حزام اوكي وفي ايه بقى معاين اهو الحزام ده برضو بتحيه وقابي صراحة ويبقى من تحت كده فبيبقى انت تفاهمين المسائل من وراء طبعا عامل ازاي هو قصية وده ممكن تجيبينه الشراب الشبك السود اللي هو كان نازل موضة اكيدة تفاهمين احلى حاجة بقى متحكة ان الكلابشات دي معان مفتاح والله مفتاح صغير اللي هو لما مفتاح ضاع الرجل اللي هي خلاص كده اللي ما خربت فاسيه بس عشان ايه انا حاول افتحها ايه انا ما عمش نعرف اكدها ومفتاح مش عارفها فينه اه يعني ما اقضيه موضوع بجدية اهو طبعا ايه هو قصة يعني عامل من من الفضلات الابتفاهم قصة اهو الكلابشات ايه؟ طبعا انا مش هاب بقى افصل اول اكيد انتو فنانين موضعين ومتعرفوا الكلابشات ممكن تتعمل بها ايه؟ اه الشعر كده يبقى الرجل وتلبسي اه بود جلت ممكن مع الشراب مثلا اه ممكن اه هو كده كده انت يعني الصباحات لو كده انت لو مش عارفة على فكرة اي كاستوم تعملي اللوك ازاي كامل انت مش عارفة عام عايزة تلبسي كاستوم وعايزة تبيلي اللوك عايزة اما يشعر كده شعر اكتبي نفس كلمة الكاستوم بتاعتك بالطبعا باللغة اللي انجلية ايه على الانترولات هتجوني ما شاء الله كل ما تحبين انت يعني ليت الكويس بص اهو تمام كلبشات طبعا مش عارفة ايد عصفورة دي ولا ايه؟ عشان طبعا انت ايه تقبضي عليهم طبعا مش اقدر لكم باك المدل ضحك على موضوع البوليس ده ابط عليك اه سلم نفسك كلام دي انفهم ما هو الرجل اصلا هتقولولي طيب ايه الخضة يعني انت هتدخلي علي ازاي شبي انا رأيي ان اكتماحي ديله يعني ديله ايه؟ طبعا او الحاجة اقولها انا شايفة انه يعني فيه ثلاث قواعد للبس اللبس التنكولي للزوج اول قاعدة ان انت بتلبسيهوش غير انا شايفة من ثلاث شهور يعني بعد ستة شهور جوازي ثلاث شهور ستة شهور اول ثلاث شهور تقتلوا على بعض هتقولولي اصلا كل حاجة جديدة فيش ملب لكن يعني فكرة اللبس التنكولي اه ان اولا حاجات ممكن كيكوش شافها في مواقع عشان هوا صغيش اه 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 ما فيهاش حاجة بتغفر يول بديل حلال ثاني حاجة بتجددي ثلاث حاجة يعني فاكي مويد ضحك فضيع اه دماء خفيف يعني انت هتقوللي انا مش فكرة على فاكرة عن شكل شخصي انا بقى يعني شفت في مواقع اه منتديات بقى كل الستات اللي جابه وبيدل وقاعدوا يتحكوا ويقولوا كل بدل عاملوا بيه ايه يعني انا بقى حاول اجمع لتو كل خبرات اه اه الشباب في الحاجات دي تمام فباين قوي يعني اللي هي الحاجات الكاستم دي حلو بس هقوللي بقى اخدوا ليها عيونك عشان تبقي في الصور اولا بنتي اخرك تلبيس الشخصية مرتين ثلاثة بعد جدا بتبقى سخفت الا لو هي شخصية علاقت معين ان هو حب شخصية معين في رجالة ممكن تطلقوا دي نقطة النقطة التانية انه اغلب لبسانة مبقاش عملي او فبتبقى فان يعني هو العرض التنكري ده بياخد روبع ساعة بس روبع ساعة هتجددي هتبقى بعدها حاجات حلوة قوي روح جديدة هتعدو تطريق عليها بعدين هتبقى مع بعض قلاطة تتحكوا هتبقى دايما عملة بيه زي ثيم كده ايتي دايما هي ايتي دايما عملة بيكرة انه بتبقى ايتي بتوصلين مع جوزك ان انتو تقوصها ودامك خفيف مع بعضها هو يعني حياتي ليه بدانتو طيب فرفشه تنتعشه وتبتتععشه تمام دي نقطة النقطة التانية انتي طبعا ممكن ايه الحاجة التانية بتحت ايه طب هوا هيعمل ايه راضة فعل او او انا مدخل عليها او هقول حلم سايه انت يقولي له انا عملة لك فجأة اين بتتأخرش او مسعف ايه او مستنى اتأخري على كده شواء ربع ساعة وبعدين تدخلي بالروح بتاعت الكاركتر اللي انتي لابسة. انتي لابسة كاركتر زابط سلم نفسك. انتي لابسة كاركتر زي الفاتل الطالبة دي انا محتاجة منك تذكر معي. اه كده لأ. يعني مش هتبهبكم بقى انتم مفروض بخبيته خبر. يعني انا من ايه من الحلقات معي تقدروا تبدعوا هو فكرة الابداع الفني. تمام? الحاجة الده بس فدأ يعني فكرة عام للموضوع. بالنسبة الحشف او هتقول له ايه او كده هو الرجل ايه. يعني هتكتبه ايه شوف يقول ايه. ايه راجل في الاول هتلاقيه هتلاقيه هتحصل. هيبرق. عندما رضيت حاجات هتحصل ايبرق بكل تانر. بعدها ها يكون ضحك او. فخلص هيخض المواضوع بضحك. ومن ان المواضوع بخلص بيه خلاص وهو ديت حت. حتى لو مستمر بشوية وضعه. حيام هالك بص ليه دقدر قد تحفة. دقدر نشاف ايه. بس متقرد طريش انا وضعت نظري يعني ما اتقاليش يبقى ابن افلام شادية وانتي بقتي الكل هم شخصية وكلام ده. انا شايفه م مرة في الشهر كويس جدا. اكتر من مرة في الشهر مش هيبقى ظريف اول. فانا شكرا هي مرة في الشهر. مرة كل شهرين. يعني خلي عندك كذا كاركتر وسلام بقى لو في عيد ميلاده. لو مش عارفة ايه ممكن تدمجيها. احنا نهار ده هنحبسك عشان عيد ميلادك انا عارفة. هو بقى لابنك هدي يعني بعد كل ده. وهو مش هضي فرفش ولا يمتعش. لا لا لا. نمي شانطة قدومي اللي حاببتي. وروحي خوتي بيدا لجدير. وروحي ايه حتة تانية. ان شاء الله رب بناء وفقك. وتلاقي من يقدر زلك. اوكي? خلينا لكم مع الشخصية اللي بعدها عشان اول ما تحصل لك على شخصيات لازم تعرفوا آآ التابع شخصية التانيين اللي انتم اصلا هتلاقوا مو بتكون الحاجات الاصلة بتاعت اللبس بتاعتها عندكم. تمام? بتاقة شخصية اللي بعد كده دي برضو ما تفتحوه مش شرط لو ما لقته هاش ممكن تجيبوه شرط دي. او تجيبو آآ لون تاني. انا محب الاسود قوي برضو في آآ لبس آآ لبس آآ لبس كتير بيعرفوها. انا. انا تكونوا ممكن تكونوا شفتوها او ما شفتوهاش هي برضو ثلاث قطع ما شاء الله الاندروير السحري. والقطعتين دي بصي. هي الشخصية يا كس. ده بقى اللي عجبني جيت ننجة وديته بصراحة. هي ده كلانجيري اصلا. يعني واحدة. تمام? وريش بصوا اصلا. يعني شكل عاملت ازاي? اهو. طبعا تعرفته يعني. حسن هي ايه ان الراجل راح تزني لاند. تمام? طيب بصوا اذا كاركتر ممكن تكون فيكو عارفين فيه في كده يعني السيمتوم او قرامس. الرجالة اعملوه. اه وممكن اقولك افصل لك من الناحية الفلسفية باللبس ده. وطبعا ليجا حقات كتير جدا. اه فيه الرقصات في كل جول اللي العالم بترمس حاجات شبه كده. فده حالة. اه هم ساعات كانوا بيعملوا الكاركتر ده في مجلات الرجالة بلاي بوي والحاجات دي. اه فيه حاجات تالتة هم كمان اه البي اللي هي الابنوبة الست المغرية. ففيه تلات كاركتر. منه الطفل هو صغير. الرجل هو صغير بيردعات اخراء من الحاجات دي. يعني خلي يشوف كل حاجات تعليك يا روح قلبي. فده بس تملجك الجلالة وتقولي لأ اصلاحنا كده عن خليه فكر وعالو اللاواري هيشتغل. هو على قصة اللاواري مش معاك يا. ما قصنا عنه اللاواري تلاقف موقع كده وبينف. اوكي. فخليك يبقى عالي. اه انت يا. لما تبقى ما دايما ربنا قال حاجة واحدة حرام. خلاص كل حاجة دانية مباهرة. احنا نفهم حاجة حرام. انت بتوري الحاجة حلال. خليه شوف الحاجات الميوسوا فيها من خلالك. احنا لا بنا نشوف. ول هنالك لان مباهرة له مواجهة. احنا بنا بيقى عالي حاجة حاجة دانية. انت مش حابة حاجة كده قوي دال من خلاص. احنا بان دانية. احنا بان تجد. معاك. هما. المهم. الشخصية دي. اه الشخصية دي. اصلا الاي كيوت. اصلا الاول ما اناعي. هي أرنوبا طبعا انت بات نونوي و كده يعنى دي الكركتر بالدية على الأرنوباء نونوي أه! اه! 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 لا تطلع بعدها! كتابنا! عبس أه! اه! مثل! اه! اه! هنلبس! اه! اه! ما اه! انه هو الشبك ده! اه! لو حابة او هو عاي! اه! وكا اه! اه! انه هو مختشي في قويده! ما شاء الله! ترقوه هنا! تمام! اه! ده مأسك حلوة قوي! تنبس كتير! يعنى انته لو وفيعها! هاتي اصور! بصراحة! أنا بصراحة ده يعني أعلم الجودة والتوكر طبعاً ممكن تعملي شعرك برضو قططين أو تعمليه سيبين في الحالين حيليين قوي مع هذا الكاركتر ده تمام؟ فيومتات شكلها توحفة هو كله على بعض واحد من صراحة فده أكتر من أكتر القطوم اللي عجبتني يعني كعوريز حلو وكمان ممكن بدون بقى إكسسوار كالانجاني بس الأبضل من التلتفكستان رائعة فأنتو فهمتو؟ أتقاطي بقى ونور كده أتغطى الكاركتر أول قصي نحن نركز أخطيار الرأس ده هنتكلم له بحلقة تانية طبعاً عن قد قولوا لي مين عايز حلقة الرأس عشان نقلوكم معلومات زرية عن منظورة والشخصية دي بعدها اللي أنا كنتم بديها لتواردينها في بيديوهات طبعاً نتذكرين عن فيه الشخصية نحن كده دي الشخصية الرابعة فقدم بس ثلاث شخصيات اللي هحكي لكم عنها ده صراحة هستن القوة دي أكبر قبلها هستن الطقم جاية يعني جاية بزيادة كأنه فعلاً هي تشترى الشغلانة دي يعني حاستهم مزودين أنه هو الجودة يعني أنا حاسيت كان فيه واحدة تانية بس هو للأسف مش معاي ما جاء ما جاء ما جبتهاش تقمي معاها فرشة فرشة التنظيف انتوا كده عرفته فرشة كده ريش تمام؟ هاته التانية يعني هاته اللي هتفتح لما تفتحوا الرابط ده هزهر له الشخصية التانية هاته التانية ما تجيبوش دي دي هي الحلوة دي ده كده بس فرمت زيادة يعني فعلاً بتحسين يكون كده تشتغل بيه يعني الجودته أعلى من اللازم يعني انا بتلكو أصلاً الحاجات دي بتبقى لحكي يعني مش 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 لازم قوي فدي بتتحط هنا عم تقابة كده دي بتلبس كده يعني عارفة تحسين مبالغ في شوية بس الجودة علي قوي بس ده بقى لو انت يعرف ان جوزك أصلاً يعني غاوي ايه غاوي شغلات فانت عايت حاجة تعيش معاكي اوكي يعني في الحلوة دي هاتي ده تمام انا ما ستبقى عارفة تبتحت ايه يعني عنديني الموضوع بزيادة قوي بزيادة قوي يعني تمام ماشي المهم ان هو يتربط من هنا كده يعني همريك ايه بصلي عالصورة عشان اقارب بالزاد طبعا الصور حدش في يعني صعب اقاربها بصراحة يعني لبس الحاجات دي بيبقى عامة اللبس يتربط كده تمام وطبعا بنتمعها دي عايزة اصبوتها طبعا معاها الدوكة بتاعتها وطبعا الريشة في بقى نوع تاني بالريشة طبعا تعريبت اللي هو لبس الالشارين التنطيف بقى حاجتي نضافي اما انا عن اذنك شو بتا كل الافلام اللي عارفة القديمة عن اذنك يا سيدي مش هارفها نضاف هنا وانا احاكيت بكم بالحلقة بتاعت سبع حركات اغراب يعني اكتر حاجة الرجل بيحب يقص وكده اللي الحاجة بقصة مفروض غلط وحرام حضرتك اعملي كل الحاجة بالغلط والحرام بس ايه في البيت مع الجوزك طبعا دي بتمثل كمان ساعة بالفورش كده طبعا فورشة الافوازيعة وكاركتر يعني انا متخيلة ده اللي هيضغو من الكتير انا شايفة ان اي واحدة ازن تجيب كاركتر اللي شغالة ده لانه من الاخر شوف الرجالة كلها متجيب شغالة حلوة في البيت بتشوف بيعمل ايه وانتي تعرفي قد ايدي حاجة في الفلترة بقى انتي كده بتخطبي الناحية الزكورية عند الروبن فعاله اللواعي اللي ينتز عليهم منه في المرة دي بقى تخطبيب نفسك والحقيق فانا شايفة ان الكاركتر ده مهم جدا لو تحب تجيب النوع تاني اللي بالريشة حلو قوي بس وين يمكن ان يسعلك رون او ان تبسيش انتي و ايه وضميرك وانتعالي مشوف بس الشخصيات ايه تلات شخصيات مهم جدا ايه تجيبوهم غير دول ايه طبعا شخصية النيرس او الممرضة بس انا لأسف هلاقيتش على شي ان ايه غير حواحدة كده بس هي يعني تعتبر زي برا و بتاع مع جبيش بس انا شايفة شخصيات الممرضة لو بيدي كفستال ابيض وصير داية واشتريت اكسسورات الممرضة و رابطت تار حبيضة اكسسورات في لعب الاطفال عرفين حالات لعب الاطفال حتي اللي هي الحقنة و اللي مش عارفها و اللي ايه و بتاعة السماعة اطفال في اي محلة اللي هي الاطفال انت كده بقى عندك لبس الممرضة يعني مش عارف انت تجيبين لبس لو ما عجبكيش لانا صراحة حسيتم مش هو اللي باين بس كل حاجاتهم كنت لقى اصلا في محلات اللونجيري بس الشيئين عشان في نفس ما بيبقى سشع بيروح محلات او كده عاديت له او ماي فعشان كده انا حبيت اجب لكم الموقع يكون باين عن الحاجات الممرضة طبعا هكشت عليك هاديك حقنة انت مالك و يا سلام بقى لو راجل ممكن هادي برضو الممرضة من اكتر الكاركتر زي بتطلب بتطلب و طبعا الكاركتر اللي انت بتعصابه منها اوه السكرتيرا السكرتيرا دي سهلة جدا هاتي ندرها شفافة وهاتي يجيب اقصيارة دايما السكرتيرا بتلبيت يجيب اقصيارة جلد تعرفش رايح حال جلد بجلد ايه المكتب في عز الحرب و ما تعرفش جيب اقصيارة جلد اوكي وهاتي قميص ولازم القميص يبقى بتاح تلات اربع زراير وتحتي بادي نازم دايما يكون نازل و دايق يعني في فهمته الشخصية و دايك بتقلابسه عقدة هنا كده و ايه و مش عارفة ليه تمضى ولابانة حاجات كده مع بعض كده ركبة وتفضل يا فنم امضي الدسيهات وتفضل يا فنم ايه امضي الدسيهات تمام؟ السكرتيرا سهلة انا بدي تقولي كان غشرة تقولي و الممرضة كمان مش شرط الجبل و ليه بسع الجبل بسع الجبل بسع صورات من محل ليه كتبيه وراي محل ايه؟ لعب اطفال تمام؟ و اخر حاجة ايه انا كنت ورتها لكل مرة اللي فاتت اللي هو الكاركتر بتاع مصحبتك تمام؟ و فيه كاركتر تاني برضو برضو ده لو مثلا واحد عشبارة يعني حاسنا ثقافته اجنبية شوية ممكن تعمله له ان هو مثلا تلبسي لونجري وعلي قميص واسع كبير ده برضو يعني من الاسف بيعملوه سعاد اللي هو الستريبرز او اللي بيرقصه في البرد اه في حاجة كده في حاجة كده انت بتقاليش تقولي يلا حبيب هنفتح عين و هنفتح هنفتح عين و هنفتح عين و هنفتح ع السجده لاي حبيبتي انت كده بالعكس انت كده بتحسسين انه هو شبعين في بيته يعني ده نفس التفكير مكناش اتجوزنا مكناش عملنا و كنا عدنا بقى ايه طول وقت كده ع السجده مخلص ادي البتيل الصح اللي اتدلع الصح عشانك و عشانه تمام فما تفكروش كده بجد هتخضوا عنه اللواء الناس اللي بدا كده للفلسفة اللي في التعليقات دول يعني اتخلص اول انا كده القناة اصنع و مش مرسك لكم تماما انا هنا يعني ايه عشان مع رايز و ازاي تدبستوا اكتر في الحياة الزوجية و ازاي تحاول تفتمن خلال الطريقة الصح ان انتو ان شاء الله تكون هو او انتي تكونوا سعادة و انا بحس اصرر حاجات دي بتكسر حد الملال والزهر والكبت و كلافة يعني تمام يعني حما بيروحوا الهولوين و عيد الفزع و عيد المش فزع و بيعملوا الشخصيات دي و بعضوا يتحكوا و يعملوا ما تتحكي يا ست في بيتك انتي غاوية انا تدليه فكده اكون انا خلصت من همتي انا بس اتشراح معلش اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه شخصيات تاني انتو عاكفينها انا اريد ان نركبلها الراس يا جماعة ايه شخصيات تاني انتو عاكفينها انا معرفهاش او ايه شخصيات تاني شفتها في مواقع ما قلناش عنها اكتبوا لي ايه اكتش شخصية عن بيجو و انتو حابين تجيبوها كعرايز او مجوزين و هل انتو شايفين العروسة ممكن تبنز حاجة كده او او تحبه عنو في التعليقات ايه تاني حاجات للعروسة حابين تشوفوا عنها ا معرفاتك متلسو اشتركوا في القناة او زور الجرس ان اعملوا لايك الفيديو اشتركوا على خير لمعرفة و اشتركوا على بعد